موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام في مثلي هذا اليوم قبل سنتين ومئة وهب وزير خارجية باريطانيا أنذاك بلفور أرضى فلسطين التي لم يكن يملكها ولم تكن بلاده منتدبة عليها بعد لليهود الذين ليس لهم فيها شيء ولا يستحقونها ليس هذا هو الكارثة الحقيقية فحسب رغم أنه كذلك لكنه جزء من سبحة تضافرت حباتها حول خيط أصبح مترابطا لأكثر من قرن وأصبح للمتحكمين في عالمنا قرون لكن لكي ينطحوا بها الشعوب لا يملك لمن لا يستحق أنجز الوعد والاتفاق والشعوب العربية وضع عليهم ساسة لا يستحون ولا يستحقون ثورات الربيع العربية خرجت وبعدها الجزائر واليوم تكتمل الصورة في العراق يبدو أن العراق واللبنان هما الذين سيسيطرون على المشهد ويفك هذا التماسك لطيلة الأعوام الماضية من تركيبة الساحات الوطنية والمنظومات الموالية للأجنبي والناطقة باللغة العربية وحاولة التخلص من حالة الرضوخ واليأس نشاهدها اليوم في لبنان ينتفض لمواجهة كل أولئك لمواجهة المحتلين داخليا وخارجيا أنه في قرار من الجميع للإصلاح كل يعني كل بهذه العبارة لخص الشعب اللبناني مطالبه برحيل الحكومة كلها كل يعني كل ونصر الله واحد منهم خرج الشعب اللبناني من قمقمه وطالب بإعادة النظر في هذه الحكومة الهرمة من رئيس جمهورية بلغ من العمر عيتية وحكومة فاسدة عجزة عن تلبية متطلباته حكومة طرديات وتوافقات وتسكية داخلية وخارجية لكن يبقى السؤال المطروح هل يكفي طغيان الفساد لإطلاق هذا المد البشري المتواصل في الساحات والشوارع منذ أكثر من عشرة أيام أم أن هناك أسباب عميقة صاغت حركة هذه المظاهرات في قلب هذه التحولات اللبنانية برز ما قدمته المدن والبلدات السنية في الثورة ما جعلها تتقدم المشهد ومشكل خاص طرابلوس التي تعرضت لحملات التشويه والتهميش والإفقار حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام تابعنا معكم هذا التقرير أرحب بضيفي هنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد صابونجي الكاتب السياسي اللبناني أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة أستاذ محمد أهلا بكم أستاذي مساء الخير اليوم المشهد في طرابلوس طبعا نوجه التحية لهم اليوم عادت المنصة إليهم من جديد بعد أن تم احتكارها من قبل البعض لأيام طويلة في البداية مبارك بغارك لكم رينا ولأي شعب عربي يثور ضد أي فساد إذن نبدأ معكم بالأحداث في لبنان بشكل عام كيف تقرأوها؟ ما الذي يجري؟ لبنان اليوم يعني ببداية ثورة من أجمل وأرقى الثورات التي تحصل في العالم أجمع دون إراق الدم برقيب العالم بالثقافة العالمة اللي نازلة الثوار اللي نزلين اليوم على الشارع اللبناني لأول مرة ينزل هذه النوعية من الثوار والثائرين إلى الشارع يعني اليوم أستاذي نزل على الشارع الجائع والفقير والمثقف والمتوسط الدخل وحتى الطبقات الاجتماعية نزل أغلبها إلى الشارع نظرة لتطالب بثقافة وعي سياسي موجودة عند السياسيين ليستطيعوا النهوض ببلد صغير لا يتعدوا كيلومتراته لعشر ليلف واربعمية واثنين وخمسين هناك أناس كثيرين لم يكنوا ينزلوا لينزلوا يوما إلى الانتخابات النيابية حتى لأنهم مسلمين بالوضع الراهن في لبنان أن الأمور كيفما جرد نزلنا أبو لم ننزل فالقرار الآتي من الخارج سوف ينفذ اليوم الثورة هي عبارة عن هؤلاء الناس المثقفين والكثير منهم ما الذي تغير قبل الثورة عن بعضها بعد انطلاقتها لماذا لم نشهد هذه الجموع سابقا هناك أمرين يعني إذا أردنا أن نتكلم بشكل واقعي هناك أمرين الأمر الأول الذي هدوه طبعا هذا من وشة نظري الذي أعتبره لا مرئيا هو قرار دولي ما يخص شيء أكبر من لبنان بكثير يحتاجون لبنان إليه قطعا لبنان ليثور هذه الثورة بكما يقال باللبناني فأسة زر يعني صعب قليلا حتى بالمنطق يعني لم يكن هناك تحضير للثورة لم يكن هناك دعم طب من هو المستفيد اليوم إذن يعني اليوم نتحدث كما قدمت عن وعد بلفور الذي كان لليهود وكان هذا هو السبب أو سبب رئيسي كمعهد سايكس بيكو في تفتت وتشرذم الأمة العربية والإسلامية على وجه الخصوص بسواء اتفاقيات وضعت وسلمت أراضي وسواء كذلك الأمر بساسة وحكام وضعوهم صحيح لكي يتحكموا في هذه البلاد صحيح ربما هي الوعد بلفور يمكن انتلقنا منه هذا قديما نحن ربما الآن قادمين إذا بالطرحي اللي أنا من رأيي أني رأيته ممكن يكون جايين على تطبيق صفقة القرن من ضمنها لبنان قطعا لبنان هو أول المعنيين بصفقة القرن وهو الجار لإسرائيل الذي يستقطبها الآن الجميع ويصب كل شيء فيه ضمن إرطائها طيب لكن بالمقابل أليس من حق الشعوب اليوم أن تثور من أجل تحقيق مطالبها وغاياتها هون كيف يمكن الجمع بين الأمرين الشعوب العربية عامة شعوب عاطفية هذا شيء معروف نحن الشعب العربي شعب يعني عاطفية يعني رأينا بداية الثورة كيف كانت قبل استقالة حكومة الرئيس الحريري ورأيناها للثورة ليلة الاستقالة وتاني يوم كيف بدأت تتغير العواطف من مندد مندد والكلهم كلهم إلى كلهم كلهم بس نحن ما أصدناك أنت بالشخص الشعب العربي شعب عاطفي وهذا سبب نكساتنا في كل الأزمنة أننا شعب عاطفي يقال في العاطفة لا بالمنطق إلى ماذا ترجعه هذا التراجع في يعني مبعد الاستقالة بيوم يوم ما ينتبعنا أنه هناك تراجع في الساحة إلى أحاسيس خلقها الساسة بطبيعة الحال وهي المذهبية الموجودة هو إحساس مذهبي تغى بوقت يمكن قليل جداً تغى بهذه اللحظة أنه رأوا سعد الحريري فقط هو الذي ينزل بينما هما كانوا يطالبون بالرؤوس ثلاثة أن تنزل يمكن وجد هذا التعاطف لذلك أقول لك الشعب العربي بطبيعة الحال شعب عاطفي جميل هذا شعب عاطفي وكارثة بنفس الوقت طبعاً ما هي الأثاثة لأن لو يمكن خليه أحكي على الشعوب اللي كانت تعتبر حالها متطهدة اللي هن اليهود لو اشتغلوا بس عاطفياً ما كانوا انتقلوا إلى ما وصلوا إليه الآن إنما حكموا المنطق حكموا العقل حكموا مصلحتهم عرفوا يبنوا وطن وبدأوا كالأخطبوت بدي يكلوا كل الدول إما بالترغيب وإما بالترهيب في قيادة في قيادة لهم بشكل أو بآخر هناك من يتحكم أنا برأيي هم الشعوب العربية لا الشعوب التي أشرت إليها قبل قليل يهود وغيرهم كل الطائفة والمذهب يعني هم أساساً منطلقين بطبيعة الحال من ديانتهم من سياستهم مبنية أساساً على ديانتهم المشكلة في لبنان أنه رفعت شعارات غير طائفية هذه المرة المشكلة في لبنان أنه الآن بدأت تأخذ منحة مذهبي لأنها بدأت ترفع الآن من بعد استقالة الرئيس الحريري الشعارات المذهبية لبنان نزل إلى الشارع مسلم ومسيحي روم وماروني وشيعي وسني ودرزي هناك محاولة اختراق خلينا نفصل موضوع المنصة قليلاً لأنه تبعت أنه موضوع المنصة اليوم يعود للأحرار لمن ارتضتهم الساحة الطرابلسية تحديداً يعني لفتني شيء ربما يكون مهماً أنه الساحة عندما بدأت في أيامها الأول كانت في تصاعد كذلك الأمر الأخ محمد اسماعيل ونجم طرابلس وكذلك الأمر الإبراهيم وغيرهم ممن أعلوا الصوت واستطعوا أن ينصلوا هذه الرسالة جاء بعدها شخصيات ربما يكونوا 14 أو 15 تحكموا في المنصة ثم أوكل الأمر لشخص واحد وتعنت في تسليم المنصة لحراس المدينة قبل ساعات من ذلك وجدت أنه هناك شعارات ترفع ضد حسن نصر الله هذه الشعارات شتائم وصلت لدرجة شتائم ملفت أكثر من ذلك أنه الوسط الحر كله اعتذر للسيد حسن عن ما أبدوه منهم في المنصة التي لا يتحكمون بها من هو الوسط الحر الذي اعتذر؟ في كثير من الأشخاص ما رأيته طلعت عليه هو شخص اعتذري الذي هو مسك على المنصة يومها وأطلق السباب والشتائم لا في أشخاص آخرين في أشخاص آخرين من الوسط اعتذروا عن الشتائم التي خرجت من هذه المنصة من الوسط الترابلسي طبعا أستاذي أولا الشتائم لن توصل الثورة إلى مكان جميل جدا ولكن من استطاع أن يخترق المنصة ويدخل بهذا ويوصل الشعب الترابلسي لأن يعتذر من السيد حسن الذي هو ربما يكون أحد المشاكل لكن اقتراح فكرة الشتائم على المنصة هذا اقتراح هذا اقتراح قطعا والترابلسيين كانوا أزكية يلي اعتذر أنا من وجهة نظري قرأت الكثير لما نزل اليوم الكثير على البوستاتي اللي تقول أنه الترابلس ليست هي فلان أو فلان اللي تعتذر من ألقى الشتيمة هو ما يعتذر جميل جدا لأنه أحد أسباب المشكلة فيه تماما إلا أنه حتى ذكر ترابلس تعتذر من حسن نصر الله هي أساسا هي لا تعتذر عن شيء جيد وهي تعتذر عنه هي أسائع اعتذرت عن إساءة أي منطقة في لبنان تعتذر عن إساءة إذا مثلا إذا اليوم تقرر إذا بدي أعتبر أنه بس المشكلة وضعوهم بين نارين بهذه الشتائم التي أصدروها وضعوا الشعب بين نارين بين أنه يعتذر بين أنه لا أنا هذا الرجل هو رأس الفساد في لبنان رأس الفساد في لبنان ما معناته أنه نشتمه الشتيمة بتضخم الموضوع الشتيمة تأخذ بموضوع بمنحة شخصي أنت رأس الفساد مبني على هرم أنت بدك تحاسب حاسب الرأس وحاسب الهرم السباب والشتائم لن تصل إلى شيء جميل جدا هو رأس الهرم والكل يعرف أنه حسب الله لن يتصرف بقيد أنملة بدون اللجوء إلى سيد حسن نصر الله بس ليش أنا لوجه للسباب إلى سيد حسن نصر الله وماذا سيفيدني السباب بالشارع وماذا سيفيد الطرف الآخر لا هو أحرج بذلك يعني في حالة أحراج قطعا بدي أحرجه أنا برأيي اللي اعتذر من الشعب الطرابلسي عاقل وحكيم جدا وأدى الاختراق الثورة من الداخل لأنه لما أنا بديش أنظر اليوم أنه في طرابلس المعروفة بأغلبية أغلبية الإسلامية السنية الساحقة شتمت اليوم سيد حسن نصر الله أنا ما بقدر أوقف غدا بوجه شخص بصور اللي هي الأغلبية الشيعية شتمت إذا بدي حطهم ما بين الموثلين دستنا حاليا دون مقارنة دون مقارنة حتى ولو بالمقارنة أنا ما بيتقبل مثلا نشارع الفلاني سبساعد الحريري بالقوة والسند كما هو معروف في لبنان وهذه سبب المشكلة المقارنة في هذا السيام بطرابلس بالذات أستاذي وبموضوع حزب الله بالذات وبالاعتذار لا أعتقد أن هناك قوة بالاعتذار لسببين من اعتذر إذا كان قد اعتذر لسبب أدبي ولأن يأد هذه الفتنة اللي بدأت ضرب الثورة فهذا يحترم عليه جميل جدا ويكون قد أعطى الثورة أيضا قوة واحتراما وأجبر الغير على احترام سواء الثورة أو احترام الرمز اللي هو يحبه مهم جدا مهم جدا هذا الكلام ولكن من رؤوس الفساد في لبنان اليوم دون شتائم دون أن نصل إلى هذا المستوى الدني الذي أوصلوا المنصة إليهم خلال اختراقهم والحمد لله اليوم عادت من جديد نسأل الله أن تكون محفوظة بأياد أمينة هذه المرة ولا يتم اختراقها مجددا من رموز الفساد في لبنان ومن يريد أو يقصد الشرع اللبناني بكلهم يعني كلهم إذا أردنا الرجوع قليلا إلى ما الذي فجر الثورة على شعر أنا حكون واقع شوي ومن وجهة نظري حتى لا أحمل عقل مسؤوليتي الذي أوصل لبنان أنه الآن فقط الفساد في لبنان طول عمر الفساد في لبنان وفي كل الحكومات الموجود الفساد في لبنان منه جديد الفساد على لبنان هذا شيء منه جديد متجذر متجذر تماما متجذر في الساسة اللبنانيين في القمع القمع أنا مرة أسميتها الديموكتاتورية يعني هي لأنك تعطيني الحرية القرار إنما لأمرين فقط هي أو هي اسمها الديموكتاتورية ما بين الديموكتاتورية والديكتاتورية اليوم الفساد مستشري في كل لبنان وفي كل الرؤوس اللبنانية إنما لماذا تفجر الفساد والآن بالذات بغض النظر عن الموضوع الأقليمي والدولي الذي أراه بالنسبة لصفقة القرن العهد العنوان الأساسي الذي فجر الموضوع حاليا هو العهد الذي يرعى الفساد بشكل كامل والذي يعطي محاصصة لنفسه فجرت الرأي العام ولرموز ضمنه وأساسا كانت مستفزة لدرجة كبيرة جدا بس ما صل الموضوع مطروح شهر ولا شهرين صلوا سنوات صحيح ليش الآن بداية العهد أساسا هي حتى الفاكهة الصغيرة عندما تكبر وتنضج يلزمها وقت العهد الذي دخل دخل بطريقة باسم التغيير والإصلاح رأينا تغيير فعلا ولكن ليس إصلاح هناك تغيير تغيير شامل إنما لم يكن هناك إصلاح أعطيت بأي مجال كانت تغيير الحقيقي بأي مجال كانت تغيير بالعهد الحال بالتغيير إلى الأسوأ مش إلى الأفضل يعني مثلا المحاصصة زادت شميل أعطيت أدوار لموظفين كبار بالدولة وأعطي الضوء الأخضر كما يقال لهم بالتصرف هو لا أثنى لهم بالتصرف كالقاضية مثلا عون القاضية عون ما لها حق أن تطلع وتقول أنه أنا اللي أعطيت أنا لهم معي عندي دروج الملف بالدرجة تتشر الآن حتى فكرت أساسا بالقانون لا يحق لها هذا الكلام كما أنه بالقانون اللبناني لا يحق لها هي أساسا الإبتعاء على شخص نجيب ميقاتي يعني هو أساسا رئيس حكومة هناك محكمة خاصة لمحاكمة الرؤساء يعني ليس أساسا من مجالك ولكن لأنها ضمن هذا العهد فيحق لها ما لا يحق لغيرها هذا مثال عن عن الشي اللي صاير إذن ثورة على العهد من بينهم كان الحريري الذي استقال ولم تنتهي الثورة بعد ولن تنتهي الثورة متى تنتهي الثورة بصراحة ولا بسياسة خلينا ناخد بالأول بصراحة لأنه متعود على الصراحة أنا محب الأطيوف يحكوا بصراحة لما يجي القرار أنه تنتهي من يمتلك القرار اليوم ما لبنان من الأيادية اللي هي حاملة لبنان الأيادة الدولية اللي حاملة لبنان خلينا نبلش بطهران من طهران إلى الرياض إلى واشنطن لأنه اليوم في اجتماع لقائد الاستخبارات في دمشق مع مندوب لحزب الله في تلك المنطقة يبدو أنه هناك إشارات روحاني تحدث كذلك الأمر من أكمن ساعة كما يقولون وقال أنه مطالبكم تحقق بالقانون كيف ترد علي روحاني يخبر الشعب اللبناني كيف ستتحق أنه سيبشرهم بأن مطالبهم ستتحقق بالقانون بالقانون يعني رجل اللاقانون يتحدث عن القانون تماما هذا اللي بدي أقوله أنه إذا قلنا نحنا بدنا نشوف في العالم شو بدأ في مقولة أعجبتني جدا بعد إذنك بدي أبدأ منها وللشخص يعني لسخرية القدر الجبران خليل جبران يقول التحدث مع شخص لا يعرف المنطق أشبه بأعطاء دواء لجثة وهذا هو الحال مع العهد هذه أول نقطة أنت عندما اليوم نزل على الثورة نتكلم بإصلاحات ونتكلم ونتكلم وسبحان الله سأبت أنه جبران خليل جبران يتكلم عن جبران بسير جبران بجبران اختلفت فقط على حائلات الموضوع استادي عندما يخبرني اليوم رئيس الاستخبارات الإيرانية أنه بالقانون أنا سأحصل هذا أكبر دليل على كلامي أنه إذا أردت أن أدخل بصراحة ولأنك تحب الصراحة القرار ليس قرارا لبنانيا كما لم يكن يوما في لبنان القرار لبنانيا بس الموضوع معقد يعني هو أقليمي على دولي على غربي على شرقي لبنان هكذا وضعه هكذا طبيعة حالي تماما بس إنما أولا كنا دولة واحدة هي الراعية عندها يعني كالمريونات الأصابع العشر تلعب فيها عندك خار عندك أياد صار في محاولة انقلاب الحزب سيطر على لبنان على بيروت بعد ما قام باحتلالها سابقا قام كذلك اليوم بالسيطرة والانقلاب عليها سياسيا والسيطرة على مصادر القرار كما يقول السبب ضعف السنة هكذا يقول ليش مقوة الشيعة وكذلك الأمر المكونات الأخرى الطوائف يا أستاذي لما أنا بدي أجي أنا بدي أتحمل مسؤوليتي أنا بدي أتحمل مسؤوليتي لما بدي أجي بتسوية رئاسية يكون من الأساس أنا عارف أنه جاي اليوم ميشيل عون رئيس جمهورية ومن وراء ميشيل عون وعندما أقبل بأني أكون أنا رئيس اليزراء ويكون هناك رئيس المجلس النوار التسوية من الأساس عندما أتت بهذه الصيغة دوليا إلى لبنان كان هناك موافقات من دول وتمنيات بأن لا يكون من دول أخرى ورفض من دول الرفض اللي جاء من الدول جاء مشروطاً الرفض إذا فشلتم فلن نقف وهذا ما نراه الآن عبر بعض الدول العربية اللي كانت هي لها اليد في لبنان إنه ترفع لبنان الثورة اللي صارت مش عملية إضعاف هو يعني إضعاف الموقف رئيسة الوزراء ما هو إضعاف للسنة إذا نحكي بمنطق فعلي السنة لا يمثلهم رئيس مجلس الوزراء وحيداً من يمثل السنة اليوم؟ خلينا نقف عندها لأنه اليوم مكون يمثل السنة اليوم بدك تمثيل الفعلي للسنة اليوم ما في تمثيل انزل على سحة النور وعلى رياض الصلح سوف تجد الشيعي يمثل السنة والسن يمثل السنة والمارون يمثل السنة والدرز يمثل السنة والعلوي يمثل السنة اليوم لبنان لأول مرة بتاريخ لبنان من تاريخ إنشاء لبنان اليوم السني يمثل كل الطوائف والشيعي يمثل كل الطوائف اليوم أستاذي الوحدة اللي نحن رايحي له واللي عم يحاولوا أنهن يشعبوها من بعد استئالة الرئيس الحريري الرمز السني سقط لا ليس رمزاً سنياً هو مركز رئاسة الوزراء لشخص سني ليس السنة من سقطه لأن السنة ممكن تسميته بأحد منظومات الفساد أو أحد أركان منظومات الفساد أو أحد أركان العهد إذا لم يكن الرئيس الحرير إذا لم يكن الإسقاط إذا كنت تعلم فهتلك مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أكبر إذا كان الرئيس الحريري فاسد فيجب أن يحاسب وإذا لم يكن فاسدا فيجب أكثر أن يحاسب فتلك مصيبة أكبر إذا كنت أنت رئيس حكومة ولا تعرف من يفسد سواء من اللي حولك أو من اللي يهنت ضمن حكومتك هون بالحالتين مصيبة المحاسبة يجب أن تكون بالحالتين سواء بإذا كان هو شخصيا فاسدا أو إذا كان أساسا يعرف أن الفساد بالداخل ولم يشر إليه أو يحاسبه أو إذا كان لا يعرف أساسا بالفساد في موضوع أثير كذلك الأمر بما يتعلق داخليا بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية ما الذي طرح في هذا السياق العالم كلها اليوم بلبنان تعتقد أن موضوع الدولة العلمانية هو موضوع سهل الدولة العلمانية هناك فرق ما بين أنك تفصل الدين عن الدولة الطريقة السياسية اللي هي إلغاء الطائفية السياسية وما بين أنك تعمل لبنان بلد علماني شو بلد علماني؟ عندك نظام أحوال شخصية للمسلمين والمسيحيين بطبيعة الحال هذا كله سيختفي بدو يطير لبنان مستحيل يكون بلد علماني لبنان دون طائفية سياسية هذا ترفع القبة على أنا هنا أعجبني تعليق ولقاطعتك جميل إلغاء الطائفية السياسية يكون بإلغاء تحديد طائفة الرئيس وليس طائفة الزوج كلام جميل جدا فعلا فعلا ولكن أن يكون صالحين الرئيس وليه ما بس الرئيس الماروني يجب أن يغير ويبقى السني والشيعي لا مداورة ليش ما بيكون في مداورة؟ استاتي نحن عندنا المشكلة رئيس الجمهورية يجب أن يكون مارونيا رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون سنيا رئيس مجلس النواب يجب أن يكون شيعيا مين وضع هذه المحديدات؟ هذا عرف كان وثبتوا الطائف هذا عرف كان من الأساس وثبت خلص أصبح دستور من بعد الطائف أصبح هذا شيء ثابت ممكن يتغير مع الزمن هذا؟ لازم يتغير الثورة من أجل هذا؟ هذا كان أحد أكبر مقومات الثورة أكبر لأنه في ناس موارن كتير يعتقدوا أن الدور المسيحي الماروني مهمش الدور الأكبر لمجلس الوزراء المشكلة في لبنان مشكلة دستور؟ المشكلة في لبنان مشكلة زعماء يعاملون الناس كالنعاج والمشكلة الأكبر أغلبية الناس مش اللي شايفينهم اليوم أغلبية الناس اللي كانت عارفة أنهم يعاملون كالنعاج ورادين أن يكونوا كالنعاج لقاء خدمات بسيطة وأمور سخيفة جدا محزن هنا البعض يقول هذا الفقر هذا ما يفعله الفقر من الممكن أن يعيدوا الانتخابات بعد كم يوم ومنشوف أنه نفس الأشخاص اللي راح تنتخلت السن الماضية إذا الانتخابات أنا هذا بدي أطرح الآن موضوع طرح منذ فترة طويلة الحل الوحيد في لبنان لتعمل دولة أني أجبر إذا بدي أسمي نبيه بري كنائب عن منطقة الجنوب أني أجبر إذا بدي أعمل لبنان بلد قوي أني أجبر نبيه بري نائب الجنوب أنه يخدم أقصى واحد بشمال عكار يلي على الحدود السورية هادي ما بصير غير طريقة واحدة هادي صار اسمه نائب لبناني مش نائب مناطقي نائب لبناني لبنان دائرة واحدة هو الحل الوحيد لأن يكون هناك مجلس نواب فعلي خدماتي مع العلم أنه مجلس النواب يعني بالعرف صار هو للخدمات مجلس النواب منه للخدمات اسمه مجلس للتشريع نحن النواب اليوم في نواب جهلة في نواب أميين في نواب بدنيا أخرى بدنيا تانية ما ألا علاقة بالموضوع هدول منه مشرعين اليوم إذا بتكتجي فعليا لمجلس النواب ما في مشرعين مجلس النواب أصبح اليوم يعني هو مجلس فقط يسعى إليه الإنسان حتى يعمل خدمات ويزبط حاله يعني أصدق واسطات طبعا قطعا وين مجلس تشريعي يعني اليوم قلائل جدا يلي بمجلس النواب بيعاملهم شريع قلائل جدا جدا اسمه مجلس تشريعي يخيبتكم تعملوا مجلس شيوخ بس كويس الموضوع يعني تحويله لخدمات يعني كل عشرة بيحبوا لهم شي نائب وبيمشوا معه وبتمشي أموره ما هي المشكلة العشرة اللي عم يحبوا النائب هيدا عم يحبوا للنائب هيدا هن الزعمة هيك عوادوك أنك تحب هيدا وهيدا وهيدا لا تقدر تحصل من هيدا وهيدا وهيدا واللبناني قلبه كبير ربما بس مين السبب السبب يلي أوصلوا لهذه الحالة لكن اللبناني سيثبت بمحبته في هذه الساحات التي نشهدها أنه قادر على تغيير القرار وقادر على فرض ما يريد إن كانوا يفرضون عليه ما لا يريد استاذي يقال يقال أنه رئيسة الجمهورية وسمعنا كثيرا وحتى السيد حسن نصر اللي قال رئاسة الجمهورية أنه يا ما هيك يا أخواني بينزل النظام أنا بدي يقول له بس سمحت السيد أنه لا هيك بينزل النظام لبنان عام 1952 بشارة الخوري أسقطوا الشعب أسقطوا الثورة يلي كانت متهمتوا بالفساد واستقال بشارة الخوري بشارة الخوري رمز استقلال لبنان استقال من هو رئيس جمهورية الحالي قدام بشارة الخوري الشعب هو من هو الدستور يلي ما هيك بينزل لا هيك بينزل إذا أصرينا شيعي وسني ودرزي وروم وماروني وعلوي ومن كل البقين بقينا يدا واحدة دون أخذ الثورة أنه أن تكون الآن الثورة سنية الآن الثورة شيعية الثورة اللبنانية بكل مقوماتها إذا بقينا بهذا الشكل سوف نصل إذا الآن الثورة خسرت لبنان متذكر كلمتي من الآن لن يستطيع أحد إعادة هذه الثورة ولو بمئتين سنة لأنه خلص موضوع انتهى تأجي مرة واحدة تأجي مرة واحدة مثل هالي وذنب هالي كلمة سنة مرة سنتوقف مع فاصل نعود بعده لنواصل الحديث معكم أستاذ محمد ومشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من شؤون خليمية نتابع بعد الفاصل كيف سيكون عكاس هذه الثورة في لبنان على الإقليم الذي ستفعله طهران وأكثر من ذلك بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر من جديد حياكم الله مشاهدين الكرام نتابع هذه الحلقة معكم من برنامج شؤون إقليمية يسعدني أن نجدد الترحيب بضيفي هنا في السيديو الكاتب السياسي اللبناني محمد صابونشي أهلا ومرحبا بكم مجددا معنا في هذه الحلقة أستاذ محمد لو نبقى قليلا قبل أن نخرج إلى الإقليم خلينا في الداخل اللبناني هنا كمن يقول أن حزب الله درب جنوده في سوريا فأحسن تدريبهم والسلاح هو معضل لوحدها في لبنان سلاحه هل من الممكن أن يستغل هؤلاء الجنود المدربين في استخدامهم داخل لبنان يعني إذا أردنا أن نحلل بالمنطق سوف تجد أن حزب الله هو أبعد ما يكون عن استخدام سلاحه في لبنان لسبب بسيط وهو مستحته الخاصة من يعطي من كحزب الله يملك القدرة على أن يكون حزب مسلح يملك هذه القوة في لبنان ويصرف في البلدان التي يريد متى يشاء ويدخل في لبنان كيفما يشاء ويكون عنده في المجلس النواب هذه الكتة النيابية كيف إنسان بده يخسر عنده تشريع دولة مشرعت له وجوده ضمن السياسيين وضمن النواب وبكتلة كبيرة وهو يفعل ما يريد قلب البارود على الداخل اللبناني هذا انتحار ولا أعتقد أن الشرع الإسلامي يصبح بانتحار ما الذي يفعله اليوم هؤلاء الذين ينزلون يدافعون عن السيد حسن وطبعا المقاطع مصورة في هذا السياق يقومون بالتعدي على المتظاهرين والله كل إنسان حسب تربيته وبيته يعني عندما أخطأ الطرابلسيون اعتذروا مثلا وجه لكم أي اعتذار للساحة الثورية لا لماذا؟ لأن كل إنسان هو تربيته والبيئة اللي هو مرب عليها والعقيدة اللي نامي عليها بس أنت تتهم ربما يعني الموالين لهم بأنهم كل إنسان كل إنسان ما في إنسان ينزل استادي ما في إنسان ينزل دول قرار حزب الله حزب من أقدر الأحزاب ترتيبا و يعني كما يقال فيه قادر على ضبط الوضع تنظيم تنظيم داخله من الألف أو ما قبل الألف إلى ما بعد الياء لا ينزل اليوم مناصف بالنفس يعني تربيته الأسد هم مع الأسد يعني حلفاء في هذا السياق يبقى حلفاء حديثة ممكن هم من علموه أن يكون أسدا إذا أردنا أسدا على السوريين بهذه الطريقة لا ينزل الإنسان اليوم مناصر ويفعل ما فعل بالساحة من ضرب للسيدات ومن إهانة ومن حرق للأعلام دون أن يصدر وهم متهمون أنا حقال لك أنا يا سيدي هم اتهموا أنهم من حزب الله طلح حزب الله وقال هؤلاء ليسوا مني ولست منهم ما اسمعت ولا تصريح لا أنا شخصيا ما اسمعت ولازمي ولن تسمع كذلك لن لما بيكون بيطلع واحد بيقول هذول مش مني أنا خلص بيقول هذا فعل كما فعل الترابسين الترابسين إذا أخطأوا يعني يعتذروا وهذه فضيلة إنما لما بدي أرسل رعاعة بس في مقاطع اعتذار خرجت من قبلهم يعني من جماعتهم الرأس ما دام الرأس لم يعتذر لا ليس اعتذار على هذه المقاطع بل اعتذار على المشاركة بالثورة أو ما شابه ذلك هلأ في أناس مضغوط عليهم من مناطقهم هذول إجباري بدوا يكون في عليهم إنما في في شيعة كتير على فكرة موجودين في ساحة النور وفي شيعة موجودين في رياض الصلح وحتى في ناس أنا أعرفهم معرفة شخصية هذول لهم أمل ولهم حزب الله ولهم شيعة لا علاقة لهم إنما يلي بيكون إنسان أنت آكل يعني عفوا اليوم أنا آكل من خير في قيادات كذلك الأمر شيعية اليوم معممين يخرجون مع الثورة ينصرونها ويقفون معها حتى من المعممين في داخل الحوزات في داخل الحسينيات ويتمق معهم شيخ صبح الطفيل في هذا السياق شيخ صبح الطفيل وضع وضع آخر شيخ صبح الطفيل وضع وضع آخر يعني أولا شيخ صبح الطفيل لما كان كأمين عام لحزب الله هذه لها علامات كما أن رجل الدين يلي بقيمة الشيخ صبح الطفيل يعني ليس من السهل الوصول إليه بالمنطقة اللي هو فيها يعني إلى عرينه كما يقال لن تصديع الوصول إلى عرينه وهو طبعا يعني كمعارض لحزب الله هو سيمشي في الثورة سواء كان يعني مقتنعا من الداخل فيها أم لا سيمشي وغيره طبعا كثيرين ما يجري كذلك الأمر في العراق منعكس على الإقليم كما يجري في لبنان منعكس على الإقليم إيران توسطت اللقاء فزار أحد مستشاريها كما قلنا رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني زار دمشق كحل وسط بين الأمرين فهل سيكون هناك قطع للهلال الشيعي اليوم بالمظاهرات العراقية المظاهرات اللبنانية في سوريا وما يجري فيها صنعاء ربما لها حديث آخر دخول سوريا الآن على الخط عبر الطريقة الإيرانية اللي عم يدخل فيها أساسا المشروع الذي تكلمت عنه بداية الموضوع اللجوء النهائي إلى صفقة القرن وما يحدث هذا كله أنا برأيي وربما أكون جاهلا وربما جاهلا هذا كله برأيي يودي إلى صفقة القرن منذ ما بدأت أنا أعتقد أنه بدأت صفقة القرن من التسعينات أثناء غزو الكويت من غزو الكويت وعندما بدأ الأمريكيين يدخلوا إلى الجسم العربي ليفتتوه ويقتلوه السرطان الأمريكي بدأت صفقة هناك كبيرة على المدى لتوصل إلى إعلان والاعتراف بدولة اسمها إسرائيل لن يعترف بها حتى الشعوب التي تطبعت معها دولهم كالشعب المصري مثلا كحكومة حكومة يعترف بدولة إسرائيل الشعب لا يعترف بدولة إسرائيل تبقى لديه فلسطين اليوم السوري كان له أساسا دور بدخول الحكومة العهد الجديد والحهد الحالي إلى لبنان كان عنده أساسا موجود بالتسوير الرئيسية يعني عندما ميشيل عون معروف الخط الذي أتى به ومعروف الداعم له كحزب الله ومعروف وضع حزب الله في سوريا يعني بطريقة ما أو بأخرى فالنظام السوري يدخل في تركيبة الحكومة في لبنان وله قطعا التأثير وما زال له التأثير في التركيبة الحكومية في لبنان عبر حلفائه يلي هن أقوياء كحزب الله أقوياء فعليين هلا يلي بديوا لك لا منه أقوياء في شي على الأرض ملموس سواء بالسلاح سواء بالكتل النيابية هذال الأقوياء أقوياء أو بالتيارة الوطني الحر اللي هن أقوياء بس بالجعجعة بس لا أكثر ولا أقل عندهم رئيس جمهورية وعندهم كتلة نيابية هذال accounted فيهم قوة التيارة الوطني الحر تكمن بقوة حزب الله فمن هنا حلفاء سوريا هم حزب الله والتيارة الوطني الحر باستثناء الوزير الفرنجية حلفاء نظار طبعا عندنا حساسية من حلفاء سوريا عفوا؟ كسوريين عندنا حساسية من حلفاء سوريا قطعا لما حصل ويحصل قطعا وحقوقا تماما وهذه حتى الحساسية انتقلت نوعا ما إلى الداخل اللبناني لأنه إذا بدأت تطلع الآن من الذي يعني من يسبب هذا من سبب تفجير الثورة الفعلية مع العالم أنه هي فيها وجهين الوجه السيء أنه تفجرت ثورة ببلد صغير مثل لبنان وبالطريقة حلوة أنه ممكن تكون عكاس من جارتها سوريا؟ لا ما ممكن لا 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 ليس له علاقة الموضوع لا 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 داخلية وحدة لا أقول لك شاركي سيد سوريين ظلموا وظلموا في لبنان الظلموا بالتالي لا أنا أقصد أقصد امتداد الثورة اللبنانية يعني هي امتداد لثورات الربيع العربي مثلا؟ لا لا للشعب اللبناني أبعد ما يكون عن موضوع الربيع العربي لوحده لا يعني الشعب اللبناني ليش قلتلك لازم يكون في عندك دائرة وحدة لا يكون في عندك ماشو أنه النواب هنا يتحكموا أنا بدي يحقلي انتخب النائب الشيعي الذي أراه وطنيا والنائب الماروني ليش عم تحطوني ضمن ماروني واحد بلبنان بيتراغس كلها ليه؟ إذا ما قررنا بين العراق وبين لبنان باعتبار أنهما بنفس التوقيت تقريبا خرجا نفس التوقيت بس لا مقارنة بينهم بس في هدف مشترك يعني اليوم في هدف مشترك ممكن الهدف الدولي بس كشعب أمور مختلفة إذا ما قلت على المقياس الدولي هنا يخرج الشيعة وكذلك السنة ضد من تمويلهم خرج العراقيون ضد إيران ضد إيران يعني أولا بقى فريحة خرج العراقيون شيعة وسنة ضد إيران في لبنان خرج السنة والشيعة والموارنة والروم والعلاويين والدروز في لبنان ضد الكل ضد الكل المسيطر الأقوى المسيطر على الأرض الشعب اللبناني لا في السياسة مالخرجوا ضدهم يعني إذا عقلنا بين السيئة والأسوأ نجد أنه حزب الله هو المسيطر في لبنان طبعا فبالتالي هناك حزب الله هو المسيطر ليش هناك رؤية دولية بناء على ما تتفضل به أستاذ محمد هناك رؤية دولية تقول أنه انتفض على ربما وكلاء طهران في المنطقة بدك تشوف هنا بس في نقطة بدي لو سمحت لي حزب الله لحاله لا يعتبر قوي حزب الله قوي بمحاور اللي حواليه يعني حزب الله لحاله إذا اتفق عليه ممكن يكون مشان هي كلهم دون استثناء ممكن لأنه بدك تنزل بقى الآلية كلها حتى ترجع تبني شيء من جديد لأنه حزب الله اليوم عندك مثلا الوزير الفرنجية يعتبر موالي لسوريا إنما ليس مواليا مثلا للتيارة الوطني الحر هذا لا تستطيع أن تضعه عندك التيارة الوطني الحر موالي لحزب الله وبالتالي لسوريا عندك أشخاص فردويين كانوا وزراء مثلا الوزير وقام وهاب معروف كمان ولسوريا ولحزب الله يمكن أحيانا يكون مع مشارعون وأحيانا لا يكون مع مشارعون لإسقاط المنظومة كاملة ولبناء وطن فعلي يجب أن تسقط المنظومة كاملة يلي بيقلك مع احترامي لعمامته ولي قيمته أنه لبنان ما بتسقط هيك الأنظمة لا تسقط هيك الأنظمة وحصلت في لبنان كما ذكرت عام 52 مع بشارة الخوري بشارة الخوري مع قادة الكبار مع رؤوس الكبار وكبار الاستقلال الآن لا يعتبر هدول ليسوا بشيء أمام بشارة الخوري ومن كان أيام بشارة الخوري بالنسبة للإقليم تحدثت عن صفقة القرن ويعني نحن كسوريين أو بدأنا بوعد بالفور كما تبعنا في تقديم الحلقة في عنا يعني اتفاقية كذلك الأمر سايكس بيكو وهي الاتفاقية الكارثية بحق البلدان العربية عندنا كذلك الأمر غير هذه الاتفاقية كسوريين في اجتماع جرى بين كيري ولفروف نعتبر أنه المهم أو الأهم في تاريخ اللقاءات والاتفاقيات التي جرت حول سوريا في الأوين الأخيرة هل من المتوقع أن نجد أن لبنان والعراق وغيرها هم وقود من أجل اتفاقية ضريف بومبيو مثلا الآن يجب أن ترى الرأسين الأساسيين المحركين لكل الثورات ولكل المظاهرات المشبوهة والثورات الطبيعية التي هي في لبنان والتي هي في العراق والتي تكون صادرة عن ألم ووجع يلي هن بطبيعة الحال عندك رأسين أمريكا أو واشنطن والكريمال اللي هو روسيا هذول هم اللي عم يقسموا يعني حتى إيران تاخد يعني مثل بيقوله ظل روسيا لأن روسيا هي الأقوى إذا أردت أن تصل إلى القعر يجب أن ترى أولا رأس الحبل إلى أين يمتد بس هنا لروسيا علاقات في لبنان للروسيا دور في لبنان أما الدور الأكبر لإيران فيها يعني في سوريا لها الدور هو امتداد أستاذي هو امتداد لما أنا اليوم سوريا أحمي إيران إيران تحمي حزب الله فمن يحمي حزب الله روسيا هذا شي طبيعي أي شي فيه أقوى منه كسلطة قوية تملك حق الفيتو وفيه أقوى منه وهي داعمته فهي بالتالي تدعم من يدعم وهذا هو الخطأ السياسيين إلى أوقعهم وأوصلهم إلى الثورة أنه أنا اليوم زعيم أعطي فلان فلان يعطي فلان فلان يعطي فلان فلان يعطي فلان أصل إلى مرحلة لا أستطيع أن أتعقب إلى أين وصلت حمايتي ربما تصل حمايتي إلى أماكن سيئة تسيء وهذا ما أصبح بصارب الشعب اللبناني لذلك انتفض الانتفاضة أما بس في نقطة لو تكرمت علي فيها موضوع العراق ولبنان المظاهرتين أو الثورتين الثورتين مختلفتين يمكن الفساد يلي يطالب فيه الشعب العراقي جمع ما بين يعني الشعبين لهذه الإثارة إنما إذا أردنا وأنا أسأل الله أن يحفظ الشعب العراقي وأن يصبح كالشعب اللبناني بهذه الطريقة التي يثور فيها بس حفاظا على الدم العراقي الذي يجري بهذا الشكل كل يوم ونره كل يوم طبعا الجميع يحزن على الدماء قطعا ولكن ربما لا بديل استمرار الحراكات في العالم إلا بهذه الطريقة هو حسب القرار الداخلي كيف تعامل وكيف تقمع المظهر القرار الدولي كذلك الأمر له دور ربما الأملاءات في هذا السياق لو أخذنا مظلمية أهل السنة في لبنان وهي عنوان حلقتنا نختم بها انعكاساتها على الأحداث الجارية طيلة السنوات الماضية كانت طرابلس مهمشة كما كل مناطق السنة في لبنان لماذا كان هذا التجاهل بصورة عامة إلى أن وصلنا أن نجد هناك اختلاف كبير بين المناطق السنية وغيرها من المناطق لا يوجد دعم لا يوجد أي تهميش كامل ماذا بمختصر بس عفوا ترجعب تكرر لي وتكرر لي بداية المقطع اللي دخلت فيه تهميش تهميش أهل السنة مظلومية أهل السنة في لبنان الآن الثورة إذا بناجي فعليا أو إذا بدي أحكي مناطقيا في طرابلس مثلا أولا تهميش الحقوق السنية اليوم يطالب فيها الشعب اللبناني كامل لأن الحقوق السنية فعليا يلي مهمشة هي الحقوق الشيعية يلي منها محسوبة للمهمشة هي الحقوق المارونية يلي منها محسوبة لحدا مهمشة هي ثورة لإعادة الحق الذي همش لأصلاء مصلحات كل حزب وكل زعيم في لبنان لذلك هو ليس تهميشا سنيا هو تهميش سني وشيعي وماروني وكل الطوائف لأنه هو تهميش لبناني لغير الأشخاص اللي هم تابعين لزعيم أو لأحد محدد هذه بداية طيب ناكاسات على الأحداث الجارية واضح ربما من خلال ما قدمت طبعا مفروض نحن لك لبنان الذي يريد اليوم وهذا ما يسعى إليه ولمصلحته لمصلحة كل زعيم اليوم في لبنان أن يتمسك بهذا الموضوع يلي هو مذهبة الثورة مذهبة الثورة يعني جعلها لتحاكي مذهبا واحدا لكن إلى متى كيف إلى متى إلى متى سيبقى هذا الخطاب الثوري الجامع إلى أن يبقى هناك عقل في عقول اللبنانيين كما هو موجود الآن ويبقى على كلامهم بأنهم يريدون فعلا الحياة الكريمة اليوم إذا أنا أخذت الثورة إلى السنة فأهدرت حق الشيعة والمسيحيين الشيعي إذا أخذها إلى صوبه أهدر حق السنة وحق المسيحيين نتكلم عن نقطة أساسية حضرتك سألتني إياها ليش كان هالتهميش لطرابلوس تهميش لطرابلوس سببه الأساسي للأسف النقطة التي تكلمت فيها وهي الانتخابات النيابية من هم نواب طرابلوس اليوم أستاذي؟ وماذا فعلوا لطرابلوس؟ ومتى تراهم طرابلوس؟ مدهم؟ سميلي أحد نواب طرابلوس اليوم استطاع أن يفعل شيئاً يعني الحريري كان الأب لا يقوم بمشاريع داخل طرابلوس بل يقوم فيها داخل بيروت مثلاً لا فيه فيه مشاريع للرئيس الحريري فيه مشاريع كثيرة للرئيس الحريري يمكن الآن ليست موجودة أمامي لأن الموضوع كان غير مطروح إنما الرئيس رفيق الحريري كان له مش مش مثل الداخل يعني؟ لا قطع درابلوس ما تتحمل داخل 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 إجاب موضوع بس تتحمل إصلاحات يعني بحيث يكون هناك تجديد للبناء تستحق إصلاحاتك أكثر تستحق الوضع يحتاج كان وضع كارثي الداونتاون إذا تذكر حضرتك إذا بتشوفها كانت على الأرض هو إعاد بناء لو ترابلوس الحمد لله ما تدمرت كما تدمرت بيروت بالصراحة إنما طبعاً للرئيس الحريري دور في تهميش ترابلوس هي مدمرة ترابلوس بدون شيئاً هي مدمرة نفسياً مع الأسف طبعاً وهذا اللي خلى الرئيس الحريري للأسف يعني وصل أنا أراها استهزاء بالترابلوسين للدراجة أنزل أسماء على النيابة ناس ما لها علاقة بشيء اسمه نيابة شيء اسمه فهم أنزل أناس في ترابلوس لا علاقة لهم بالنسيج الترابلسي ناس بلا فهم بلا فهم بلا فهم يعني فرض أسماء وهذا قانون جائر وأول شيء لازم تعمله الثورة اللبنانية تغيير القانون الحالي للانتخابات اللي حزب الله عم يقول ورئيس الجمهورية المعظم عم يقول أنه هذا أفضل أفضل قانون انتخابي جاء به لبنان أي أفضل قانون أنت اليوم تحكمني بـ 14 اسم وتمنعني عن الاختيار أي ديمقراطية هذه في بلد أنتم ديمقراطيين اجعلني أختار من أريد ولا تفرض علي حبك إذا أردت حبك فلا تفرض علي حب من تحبه أنت وهذا الذي يجب أن يحصل شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد صابونجي الكاتب السياسي شكرا لكم شكرا أشكرك جزيلا شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة من شؤون أقليمية مشاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعوني إلا نقدم الشكر الجزيل لكم والتحية للشعب الترابلسي اليوم وغدا في بيروت وكذلك لا ننسى العراق في أمان الله اشتركوا في القناة